دائماً تذكر أنك مرتحل هذا الذي يجعل حياتك فيها الجدية فيها ذكر الله فيها تخيل الإنسان دائماً يتذكر هذه الحقيقة في حياته ركب سيارته يقول أنا ما أدري أنزل من السيارة أو لا لا مستحيل يشغل الموسيقى والأغاني سيلهج بذكر الله أو يسمع كلام الله كان الحسن البصري رحمه الله إذا دخل بيته إذا أصبح وأمس يقول لأهله يا أهلا أثوى فيكم قليل يعني البقى فيكم قليل ما أدري متى أذهب كان محمد بن واسع رحمه الله إذا أراد أن ينام يقول لأهله استودعكم الله فلعلها تكون نومتي التي لا أقوم منها كل ليلة شف كيف كانت قلوبهم حية وذلك لما يقصر أملك في الدنيا يكون عندك يقضى يكون عندك إقبال على الآخرة ولذلك اجتمع ثلاثة من أهل العلم فتذاكروا الأمل في الدنيا فقال بعضهم لبعض سألوا واحدا منهم قالوا له ما أملك قال أنا ما يمر علي شهر إلا وأقول أنا ميت في هذا الشهر كل ما دخل شهر جديد يقول هذا آخر شهر في حياتي فقال له هذا أمل طويل إذا أنت تتذكر أنك ستموت كل شهر لا هذا طويل فقال الثاني قال أنا ما تمر علي جمعة ما تمر علي جمعة إلا قلت أموت فيها فقال له الآخر قال هذا إذا طويل فقالوا للثالث إذن أنت ما أملك كم تؤمل أن تعيش قال ما أمل من نفسه بيد غيره ما أمل من نفسه بيد غيره يقول أنا كل نفس من أنفاسي ما أدري هل أنا سأعيش أو لا إذا تنفست ما أدري هل سأتنفس مرة أخرى أو لا لأن نفسي بيد غيره وذلك حقيقة الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة إنما تكون بقصر الأمل وذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل عن معنى الزهد فقال قصر الأمل قصر الأمل سان كلما تذكر الموت مستعيل أن يتمتع ويخوض مع أهل الدنيا فقيل له كيف تستعين على قصر الأمل كيف يأتي هذا في قلوبنا إيش قلم أحمد قال إنما هو توفيق سبحان الله هذا توفيق من الله حقنا هذه هداية نور يجعل الله في قلبك يجعلك دائما تتذكر الآخرة تتذكر الموت تعمل يقول حسن البصر رحمه الله المؤمن في هذه الدنيا كالغريب فلا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها له شأن وللناس شأن آخر